موسيقى كنا نقول العسكر كان له عز فتع مؤسسات أي مؤسسة تستقبلك أما هلأ عسكري مؤسسي بتكحشك لبرة لما كان معاشي 1200 دولار اعتذب نفسي إنه معي 1200 دولار هلأ معاشي 70 دولار أو 80 دولار ما فينا نتنقل أشهر طريباً ما السيارة سيرفيس معاشينا نتنقل فيه كنا بالماضي نصرف يعني لا ما عاش فيه صار ما في سنتين ونص الحالي على قدة صار معاشنا ما يخارب 60 دولار ما عاش فينا نعمل شي كانت نحن ساعتنا كأسات زلوعة عربية 12 دولار نتلحق شهرية 1000 دولار تقريباً وقتاً كان فينا نظهر كان فينا عابب بنزين كله هذا كان معاشنا يخدينا موظفين البلدية عنا كانت معاشاتهم قبل الأزمة مليون وخمسمائة ألف ليرة يعني ما يعادل ألف دولار في هديك المرحلة غصلت لمرحلة مليون وخمسمائة ما تعمل 20 أو 30 دولار بالشهر كل عائلة موجودة بقلب البلدة هي بحاجة لمساعدة البطالة زادت وصار في أعداد كتير من الشباب والصبايا معاود عندنا عمال السبعين دولار اللي عم ناخدون أنجا أنه نجل فين بلا مؤاخذة البيضاء والحبة البطاطا ولقمة الخبز بعد قوات قمت الخبز بهم اللي لاقية قبضنا معاشنا ورحنا اللي نجيب الدوية تبعنا حتى إننا معاشنا بالصيدلية يعني أنا كأستاذ صارت ما عدقاني عينا أمشي بين العالم إنه مثلا والله آآ توصل لمحل بتختنق فصار بس اعتمادنا أنه شو قوت يومنا نحن كيف نأمن قوت يومنا المتحدثات يتعلي في لبنون في الحقيقة في حقيقة 30% من العمال هو المتحدثات في لبنون وما نحن 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 نفعل بسوطتنا أن نعمل مع الجنوب لإمكانهم من المتحدثات في تجهزة لإنفع في لبنون لو ما ابنا ببعاتلنا كل شهر ما بنقدر نوقف على إجرينا أمرار لنقول إنه بشهرين ثلاثة بيبعث لنا مئة دولار أشهر بيبعث لنا خمسين دولار بهالواضح بحاج الإنسان طيب لأي مغترب يبعث مصاري ولو لما دعمت من بره من عمتي ما كنت أبداً أنا هنوافع على إجريه لو ما المساعدات اللي بتجيني كان من خي أو من بعض الأشخاص من الخارج وكمان المساعدات اللي عم تجينا أنا ما فيه كافة نحنا كبلدية عم نحاول أتما فينا نستقطب علاقات مع المؤسسات والجهات المانحة حتى يقدروا يعكسوا إجاباً على الوضع لنقدر نستمر ياريت ياريت بنرجع للمتل ما كنا بالماضي بس بنوصل كمان لنا بحال إنه بيختنق الواحد ما فيه ما فيه يطلع بده يختنق قدمة يضحي يضحي ما عنده بقى القادرة يمشي ما عنده بقى القادرة يشتركوا في القناة شكرا